أم العصافير في صباح يوم فارد خرجت أم العصافير كعادتها لتجلب الأكل لصغارها وقبل الخروج أوسطهم قائلة لا تغادر العش يا صغاري أجاب الفرخ الأكبر معني يا أمي وقال الفرخ الأوسط سنبقى داخل العش وقال الفرخ الأصغر لا تتأخر يا أمي ألا خائف حلقت أم العصافير بعيدا فوق الجبال وبين الحقول وبقي الصغار داخل العش وبعد ساعة سمعوا صوتا يناديهم في أسفل الشجرة صباح الخير يا أصدقائي أخرج الصغار أعناقهم وأخذوا يطلون قال الفرخ الأكبر من أنت؟ وقال الفرخ الأوسط نحن لا نعرفك وسرخ الفرخ الأصغر أمي غير موجودة أنا خائف أنا خائف وقف الثعلب الماكر تحت الشجرة وقال وهو يبتسم لا تخاف يا صغاري لقد جئتكم بهذه الحبوب اللذيذة رد عليه الفرخ الأكبر أنا عرفتك الآن أنت الثعلب الماكر لقد حذرتنا أمي منك لو كنتم ماكرا ما حمدت لكم هذه الحبوب لا بأس أنا ذاهب وسأترك لكم الحبوب هنا ابتعد الثعلب قليلا واختبأ خلف شجرة في حين نزل الفرخان الواحد بعد الآخر لالتقاط حبات القمح اللذيذة بقي الفرخ الأصغر في العش يراقب ما يحدث وفجأة خرج الثعلب الماكر وهجم على الفرخ الأكبر وأخيه الأوسط صاح الفرخ الأصغر النجدة النجدة الثعلب الماكر أمسك الثعلب الفرخين بيديه وحين أراد الهرب بهما ظهرت أم العصافير في السماء لقد سمعت صوت صغيرها وأقبلت مسرعة نزلت أم العصافير فوق رأس الثعلب الماكر وأخذت تنقره بمنقارها القوي على رأسه حتى ألقى الفرخين على الأرض وهرب فزعا من شدة الألم واختفى بين الأشجار ضمت أم العصافير الفراخ الصغيرة إلى صدرها وهي تقول لا تخافوا يا صغاري أنا معكم الآن قال الفرخ الأكبر أعتذر يا أمي لم أعمل بنصيحتك وقال الفرخ الأوسط سامحيني يا أمي لن أكرر هذا الخطأ وقال الفرخ الأصغر لم أعد خائفا وأمي معي النهاية ترجمة نانسي قنقر